يا رب كل التوفيق لنادي الآلي خلال الفترة هل في أي إصابات النهاردة بعد المباراة لقدر الله يعني خلاص تأكد عدم وجود أي من أشرف في المباراة القادمة ومحمد مجدي أفشا ده بسبب الإنذارات وتراكم الإنذارات ده زي ما قال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي هل هناك لقدر الله لقدر الله أي حاجة تعوق أي لاعب من أنه هو يكون متواجد يوم السابت إن شاء الله لا لا إن شاء الله كله جاهز وكله موجود ما فيش أي مشكلة خالص بل بالعكس كمان يا كابتن إسلام حيرجع لك محمد عبد المنعم اللي كان بيعاني أكيد من إجهاد بعد مشاركاته المتتالية مع منطقة مصر مهمة جدا أكيد هيعود وحيخش حسابات مستر بيتسو موسيماني عمر السولية حيكون اللي يستشفى خلال الفترة اللي جاي والأيام القليلة التاتيام اللي جايين دول بكرة وبعده وبعده هو وحمد فتحي وكل العناصر الدولية في الحقيقة عشان تحاول تستعيد أقوى أو أكبر كم ممكن من قوتك المتاحة بالنسبة لك وهي برضو مش قوتك الكاملة ودي برضو نقطة مهمة يا كابتن إسلام أكيد حررتك اتكلمت فيها إن الأهلي لو كان بيشارك بكامل نجوم وبالظروف الطبيعية ببيرسيتاو بكل العناصر المصابة دي بأكرم توفيق بكل الناس دي كان ممكن نفصل لأبعد من كده بكتير لكن هو قدر الله مشاء فعل ومش هتكون آخر بطولة هيشارك فيها الأهلي مسماني قال كلمة مهمة قوي في نهاية المؤتمر الصحفي قال حنحاول مرة تانية السنة الجاية فمعناها إن فيه طموح كبير عند مسماني وعند النادي الأهلي بشكل طبيعي إن بإذن الله ناخد أفريقيا تاني ودي مش حاجة غريبة عن نادي الأهلي أو مش حاجة بإذن ما تكونش صعبة وبإذن الله نروح كاس العالم تاني ونقدر إن احنا نوصل ونحقق طموحنا اللي بنحلم به دايما كأهلوية بإذن الله كابتن إسلام يا رب إن شاء الله أخيرا لو تقدر تطميننا على محمد الشناوي طيب الشناوي يعني عنده إحنا عارفين زي مزء في العضلة الخلفية مش بدرجة كبيرة أو مش بدرجة قوية أو يعني بيتم التعامل مع الإصابة لكن ما فيش وقت معلن حتى هذه اللحظة لمدة غياب محمد الشناوي حيتم الأعلان عقب الانتهاء مباشرة من مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية لكن فيه طبعا بعض يعني الأمور الطبية اللي بيقوم بيها الجاز الفني مع محمد الشناوي هو نجم كبير وكابتن كبير جدا جدا ولعب مهم سواء للأهلي أو لمنطقة مصر خلال الفترة الحالية اللي احنا موجودين فيها في أبو الظبي وفور عودة الفريق بإذن الله للقاهرة سالما يعني إن شاء الله بإذن الله حيكون فيه برنامج مخصص لمحمد الشناوي ومن خلاله يقدر يتعافى ويعود سريعا للملاعب لأن طبعا الأهلي ومصر وكل يعني محتاجين لمحمد الشناوي بشكل كبير بدون التقليل طبعا من أي عنصر موجود في حراس المرمى عنده علي لطفيح حرس مميز بنصافة شبير وحمز علاء لكن في كل أحوال انت بتتكلم على محمد الشناوي أحد أفضل حراس أفريقيا بأمر مؤكد فطبعا إن شاء الله بإذن الله قريبا يعود لكن الفترة اللي حيغيبها لسه ما تمش الإعلان عنها بالشكل مفصل وفي انتظار الإعلان عنها من خلال بعض التقارير اللي بيتم إعدادها ومن خلال متابعة مكسفة لحالة اللعب بالمناسبة يا كابتن إسلام برضو قبل يعني مختم الجزئية دي الشناوي لأن البعض قال إن الإصابة بتاعته في نفس المكان لا العضلة الخلفية وبرضو أكيد أنت عارف يا كابتن إسلام لها ثلاث أجزاء ممكن يتعرض لهم أي لعب للإصابة ثلاث أجزاء ممكن يتعرض فيهم يعني أي لعب للإصابة هو تعرض في جزء آخر من العضلة الخلفية بخلاف الجزء اللي كان تعرض ليه سابقا يعني برضو عشان توضيعنا المصطلحات التبية أكيد أنا مش شاطر فيها زي الدكاترة طبعا بتاعتنا لكن أنا بحاول أشرح بقدر المستطاع لجمهير النادي الأهلي وجمهير الكورة ومصرية بشكل عام أن الإصابة مش هي هي نفس موضع الإصابات السابقة في العضلة الخلفية فدي حاجة تطمت مش حاجة تقلق يعني وإن شاء الله بإذن الله يعود سريعني كاترسلة لكن الشناوي يعني أنت النهاردة مثلا شفته نزل الجم بيعمل حاجة معينة مع الدكتور بيعمل أي حاجة ولا هو يعني منزلش أو معاملش أي حاجة اليومين ده لا يعني هو أكيد في راحة بالنسبة له لأن طبعا يعني إجهاد الصفر والإصابة فطبعا دكتور أحمد أبعابلة بص على حالته لكن من البقرة أعتقد هيكون لي بعض التدريبات أو مش تدريبات طبعا بعض يعني الأمور العلاجية اللي هيقوم بيها وبرضو عايزين نركز على جزئية مهمة جدا كابتن إسلام ونشيد بيها كل الإشادة أن محمد الشناوي كان يعني عنده متاح بالنسبة له أن يرجع القاهرة ما فيش أي مشكلة خالص ويكمل علاجه في القاهرة والأمور تبا طبعية ويستنى الفريق لما يرجع من أبوظابي لكن بحس القائد محمد الشناوي بصراحة الراجل كان مصمم قوي أن هو يجي على أبوظابي هو عارف أنه هو مش موجود في قيمة كاس العالم عارف أنه هو مش هيشارك عارف كل الكلام ده لكن هو ألا لازم أبقى موجود مع الفرق كابتن النادي الأهلي لازم أبقى موجود مع الفرق لازم أكون في ظهر اللعبة في ظمائلي وحاول أساعدهم بشكل أو بآخر في أن نحن نوصل لما كان بعيدة في البطولة فإن دي حاجة برضو لازم نشيد بها بخصوص محمد الشناوي وقائد بمعنى الكلمة في الحقيقة أنا بشكرك جدا أمير على وجودك معنا النهاردة وعلى كل هذه المعلومات